السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة الدراسة والمعرفة درس اليوم في مون ليفر دي فرنسي 4 يماني بريمير إذن درس دي اليوم في ليفر دي الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي باج دوز سفحة ناش إذن هذا هو العنوان دي الطرس لمكتوب الأحمر بمعناة تقديم منطقته يعني يقدم المنطقة ديالو ديالو و البلد ديالو مرحلة الاستقبال burden م hidesيعوان وقفر في مكرا بذيالو نزكVI الستقبل مكلاunft مي يعواني ابدا بذي Hall هالم ا pasando وقد هدمي قليشوا الج regime طلب مني زيارة المدن الامبراطورية في البلد الاصلي ديالو يعني الوطن ديالو قلت خويا اللي عايش برا اللي عايش في الخارج منجل المغرب طلب مني زيارة المدن الامبراطورية في البلد الاصلي ديالو اللي هو المغرب ما معنى المدن الامبراطورية المدن الامبراطورية هي اللي كانت شحلتي عواصم ديال الدول لحكمة المغرب هذا رساب العلويين المرابطين الموحدين السعديين إذن هذا الشيء غادي تشوفوه في الاجتماعيات هادو هما الدول اللي حكموه المغرب سابقا وهاد المدن الامبراطورية اللي هي مراكش وفاس ومكناس والريفات هادو كانو هما العواصم ديالو وحاليا قوقيتما هو المدن الامبراطورية هما اللي غنشوفوهم اليوم في الدرس إذن شوفو الصورة الأولى كتمثلينا لكتوبية مراكش إذن هاد الصورة كتمثلينا الكتوبية اللي في مدينة مراكش الصورة الثانية لوموزولي محمد ساك غابا إذن هادي كتمثلينا الضريح ديال محمد الخاميس اللي في مدينة الريفات في العاصم تخوزيام إيماج الصورة الثالثة كتمثل لفيل دو مكناس مدينة مكناس والصورة الرابعة في سير لفيل دو فاس هادا مشهد من مدينة فاس إذن مشوفو الأسئلة جو بزر يجو ديكوفر ولاحد واكتشف كوروب خيزان شاكين دي 4 فوتو إذن السؤال تيقول لنا كل صورة من هاد الصورة الأربعة شنو كتمثل إذن كيف مشنا الصورة الأولى كتمثل لنا الكتوبية اللي كينه في مدينة مراكوش والصورة الثانية كتمثل لنا داريح محمد الخاميس اللي في مدينة الريفات والصورة الثالثة كتمثل لنا مدينة مكناس والصورة الرابعة كتمثل لنا مشهد من المدينة فاس إذن ندول جواب لسؤال أول لابرمية فوتو غو بخيزانت لكوتوبية عمراكوش إذن الصورة الأولى كتمثل أولا كتمثل لكتوبية اللي كينه في مدينة مراكوش لادوزيان فوتو غو بخيزانت لوموزولي محمد 5 عرابة إذن الصورة الثانية كتمثل داريح محمد الخاميس اللي كينه في الريفات لادخوازيان فوتو غو بخيزانت لعبيل دوم كناس الصورة الثالثة كتمثل أو لكتمثل مدينة مكناس لكاتخيان فوتو غو بخيزانت إين في سير لابين دو فاس الصورة الرابعة كتمثل لنا واحد المشهد أو لواحد اللقطة من مدينة فاس إذن هذا هو الجواب على السؤال أول كل صورة من الصور الأربعة شنو كتمثل دو كال فيل صاجيتي إذن شنو هي هاد الموضن ما هي هاد الموضن اللي كتمثلها الصور بربعة إذن شفناه الصورة الأولى الكتوبية كتمثل مدينة مراكوش والصورة الثانية مدينة الريباط غابا والصورة الثالثة مدينة مكناس والصورة الثالثة مدينة فاس إذن هاد الصور بربعة كتمثلونا ببعض الموضن اللي هما مراكوش والريباط ومكناس وفاس ده اللي ريبانس الجواب على السؤال الثاني إذن ساجي دي فيل سويفانت مراكوش غابا مكناس إيفس فوكوا ليزابيل تن فيل أمبريال دهن ليش هاد الموضن كتسمى لي فيل أمبريال الموضن الإمبراطورية راش رح تلكم في الأول ديال الطرس لأن هاد الموضن كانت هي العواصم ديال الدول اللي حكمت المغرب سابقا الأداريسة والمرابطين الموحيدين السعديين العلويين إذن هاد الموضن هما العواصم ديال هاد الدول اللي حكموا المغرب هما هاد ربعة الموضن المغربية اللي هما مراكوش والريباط مكناس وفاس هن ليزابيل فيل أمبريال كار سسا لكابيتال تيبي كي يون جوورني لمروك إذن تسموا بالموضن الإمبراطورية حيث كانو هما العواصم ديال الدول لحكمت المغرب إدريسية يعني الأداريسة الموضن 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 مغينيت المارينيين السعديين وعلاوية العلاوية هادا هو الجواب على سؤال تاليس جيكوت يجيكوت 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 السمع وافهم منون نبوو يجيكوت ويت السحري قال من ثقائي النافرحان وسعد بها طليب الإمبر 바�اء إبتar يجيكو 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 يأتي يجيكو 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 بسي João مرق وغادي يتحدث ويتكلم على الاقامة ديالو في المغرب يعني له هاد الجولة اللي دار في المغرب غابة الريبات نودخ كابيتال يعني عاصمتنا العاصمة ديالنا لقسبة دودايا قسبة دودايا شالا لوموزولي محمد 5 داريح محمد الخاميس لاتوغ حسن صومعت حسن هدي العاصمة ديال المغرب مدينة الريبات وهدو هما أهم المآتر التاريخية اللي كانين فيها قسبة دودايا شالا داريح محمد الخاميس وصومعت حسن فاس مدينة فاس لوموزولي مولاي إدريس 2 داريح مولاي إدريس 2 جامعة القراويين المدرس 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 هدو هما أهم المآتر التاريخية اللي كانين في مدينة فاس داريح مولاي إدريس 2 جامعة القراويين ومدرس مدرس مكناس مدينة مكناس الموزولي مولاي إسماعين ضريح مولاي إسماعين باب الخميس باب الخميس سهريج سواني سهريج سواني إذن هدو هما المآتر التاريخية اللي كانين في مدينة مكناس وكانين دائما هنا ثلاثة نقاط بالمنى أنك مآتر تاريخية أخرى المعاتي التاريخي اللي كاني في مكناس دار حمول إسماعي باب الخميز سهريج السواني مراكش مدينة مراكش الكتوبية الكتوبية مراكش معروفة بالكتوبية لابلاس جامع الفنة ساحة الفنة كذلك معروفة في مدينة مراكش لوبالي باهية قصر الباهية لوبالي البادع قصر البادع لطنبو السعديين مقابر السعديين إذن هذو هما أهم المآتر التاريخية اللي كانين في مدينة مراكش الكتوبية ساحة جامع الفنة قصر الباهية قصر البادع مقابر السعديين دوز صفحة 12 إلى هنا وصلنا نهاية الفيديو شكرا على تتبعكم وما تنساوش لايك الفيديو وتشاركوا في القناة وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر